السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان قد نملكم العسل المنزلي لجميع المعسلات نجح مئة في المئة عسل المعتاد عندي لما كنغيروش جميع المعسلات لف المكونات لف طريقة تحضير مع جميع الاسرار والنجاح ديالو بقوا معايا باش نشوفوا المكونات والطريقة تحضير كنت من اللي يعجبها الفيديو ما تبخرش عليها باللايك وفي الكومونتاغ كما كتشوفوا معايا عندي عندي هنا يا روما المكونات اللي كي تكون هنا يا مجوش عويدات ديال القرفة مغصولين طبيعة الحال ومسوحي مزيان عندي هنا واحدة رظيمة ديال آتي غيم علقة صغيرة في فصمة أنا دلتها فصمة عقمتها بالماء والخل كما كتشوفوا وعقدتها بهذه الطريقة هذي غير شوية وحد المعالقة صغيرة وراء البنات ما تزيدوش على معالقة حيث أنا كيعجبني دا كلو الأحمر عندي هنا يا ليمونة مقطعة شرائح ضوورات عندي هنا جوش كيلو ديال السكار أنتما ممكن تستعملوا القالب أو سندة أنا غير هذا عندي متواجد حاليا في الضرق مع الحاجر الصحي ما بغيتش نخرج سفي قضيت بهذا قضيت قضيت باللي عندي كما كتشوفوا أنا في المعتاد ديالي في المعتاد ديالي كان ندير القالب حيث هو كي يجي أحلو أكتر عندي هنا يطرو ديال الماء عندي هنا واحد شوية ديال المسكة الحرة أنا البنات كتعجبين المسكة الحرة بزاف هذي اختيارية ولكن من الأحسن نديروها لأنا كتعطيه واحد الخسارة وكتعطيه حتى واحد الريحة وواحد المادة قزوين والبنات اللي في المهجر اللي ما عندهمش ماشي مشكيين ما يستعملوهاش مالأساس في الحسن هو الليمون والسكار والماء الصافي هذا هو الأساس كما كتشوفوا عندي في طنجرة الضغط اللي ما عندوش طنجرة الضغط ممكن يصوبوا غيف كاثرونة ممكن يصوبوا غيف شي بلاصة شي حاجة محلولة غيه هو كيتعطل بزاف مش بحل طنجرة الضغط كيتقبطنه واحد واحد الفصرة زمانية كيتعطل ساعتها ينتقر يبانها كونتين يدك ويدك ويدك الكاثرونة باش ما يتحرق لكش كما كتشوفوا كنزيد عليه هنايا واحد لطر ديال الماء بالنسبة للساني دا ولها تذكرها دارها كيدوب في جو دقائق أما بالنسبة للقالب هو اللي كيتعطل شوية واللي مزروبة ولي دارت القالب ومزروبة فيه الدلو المسخون مدلوش المبارد ولا تبيتو لكان عندها الوقت تبيتو ليلة كاملة كيما كتشوفوا كما كتشوفوها هو دابلية سيوك بلاس ضغية ضغية البنات كيدوب ومع التحريك بطبيعة الحال ساعة ساعة انكم تحركوا كما كتشوفو نزيد عليه هدك الليمونة الليم قطعة شرائح انتم ما ممكن نبوتوش قطعوها شرائح ممكن غيت تفلحوها وتحطوها وتحطوها هكا كما كتشوفو معايا هنزيد عليه هدك جوج عويدات ديال القرفة انا راها غيت هرتولية ما هما غيش جوج عويدات عندي هاد الرظيمة هادي ديالاتاي انا البنات هدي اختيارية ممكن تديروها ممكن ما تديروهاش لانه انا كتعجبني دا كله الاحمر كيجيني زوين في العسل احسن من داك الباهد اللي ما كتبغيش اللي ما بغاتوش انه يجيها مغلوق ما تحيد تحيد داك الرظيمات اتاي ودير غير المكونات الاخرى كما كتشوفو انت قا نحرك مزيان ها هو كيزيد انت كنت تحرك هو كيزيد يدوب دا بس صافي انا انا انغطيه في طنجرة الضغط وانديرو واندير سفارة البنات وانديرو انفق البوطة لمدة ساعة لا رب ساعة الا رب كما كتشوفو معايا انديرو 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 العافية مجهده انديرو العافية شوية مجهده علم متصفرليا طنجرة انفقات صفرليا البنات هانتما كما كتشوفو معايا انفقات صفرليا كنقص لها الاخر درجة واحد العافية مهيلة بزاف كما تشوفو دا بانديرها انا على هاد الشكل هادا منينا اتبدا تصفرليا انقص لها البوطن وانحسب ليها ساعة اللارب صافي البنات باش نكونوا متفاهمين كما كتشوفو مني دا ساعة اللارب ديالي انها هي الطنجرة ديالي رمزالة مش دودة او ما حلي تهاج انا كنحلها اول مرة معاكم هانتما كما كتشوفو كنحيد اه كنفتحها كنحيد صفارة هانتما البنات باش عارفو ان العسل طعب ان بالحامض كيكون اه كيكون كحل او 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 ميل القهوة مغلوق كما كتشوفو ها هو ها هو ها هو البنات او اللي مغلوق اللون ديالو تبدل صافي كنعرف ان العسل هنية طعب صافي ما نزيدوش اه صافي كنحيد داك المكونات اللي عندي و باش كتعرفو كتزيدو انكم تأكدو منو مي كيبرد واحد شوية كتشوفوه ها كتشوفو الختران ديالو كما كتشوفو انا نزيد عندي هنية مسكة الحرى واني ادقتها مع شوية ديال سكر البنات ادقوها مزيان باش شوية ديال سكر البنات والبنات اللي يخسر لهم بزاف ورجع لهم تقريبا بحال كراميل يزيدوا له غير كويس دلماء ويخليوه يطلع فيه الغلياء ويطفيو والبنات اللي مازال ما مخصر لهم وشافوا ان العسل مازال سايح ولا مازال ماوي يزيدوا ما يشدوش عليها غير يزيدون فوق البوطة ويحسبوله واحد العشرة دقائق ويتفوعو عليه وهو كيبرد وهو كيخسر كما كتشوفو انا راني 24 ساعة هذه صوبتو صوبتو كما كتشوفو طلع غدا عاد انا وريتولكم هانتو ما خاتر البنات شو كيكيجي كنصحكم بان هاد العسل هو اللي تستخدمو المعسلات ديالكم شو كيكيجي قاصح لانه هو اللي كيلصق في المعسلات اللي كيلصق في الشبكية وكيلصق في المعسلات كاملين لان الاخر كيكون زجاري وما كيقبطش وخا تجي الصديقة ديالكم تقول لك انا مثلا وانا راني عدلت العسل العسل دك اللي كيتبع في محلات زمزامي وما شابهو هاداك البنات صراح ما زوينش بالنسبة لزوين الماكلة اما بالنسبة للمعسلات صراح ما كيستقش كيستيح كيما كتشوفو اكا نصحكم انا البنات احسن احسن عسل اللي تستعملو في المعسلات ديالكم هو العسل المنزيلي هانتوما البنات كيما كاتشوفو كيقبط وبنسبة لشبكية ديروه وما تتخنوه موالو ديروه بارد حتى جوت مهم انا البنات دبعا نصوب لكم شبكية نتضروني فيديو جديد دير الشبكية ديال هادا الحسل اللي هنصوبو بالشبكية وانصوبو كندير في جميع المعسلات انا هادا هو اللي كان ستعمل في جميع المعسلات كيما قلت لكم كان نصحكم بالعسل المنزيلي والعسل اللي اخر مزيان ممت ما تتعملوش وغي جربوها البنات ما تخافوش منو غي جربوها الساهل واتبقا ودي ما تجربوه وعمركم ما تشريوا العسل اللي كيتبع كانت من البنات اللي يعجبها الفيديو ما تبخلش عليها باللايك وتبارتها جيمة احبابها وصحابها شكرا على المشاهد